موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي انفرد منتخبنا الوطني للناشئين بصدارة المجموعة الأولى من البطولة الأسيوية السابعة لكرة اليد بعدما انتزع تعادلا صعبا أمام المنتخب الياباني بثلاثة وعشرين هدفا لكل فريق وذلك في مباراة قوية ومثيرة كان فيها منتخبنا متأخرا بفرق خمسة أهداف في منتصف الشوط الثاني لكنه نجح في العودة وانتهى اللقاء بالتعادل ليتصدر بذلك منتخبات المجموعة بفرق الأهداف عن اليابان وسيلاقي منتخبنا الوطني المنتخب القطري وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل فيما تلتقي اليابان مع كوريا الجنوبية في المباراة الثانية تاهل فريق مركز شباب الزلاق ومركز شباب الشاخورة للدور قبل نهاية من النسخة الرابعة لدور خالد بن حمد المركز الشبابية والأولى لدوي الإعاقة لكرة قدام الصلاة حيث اجتاز فريق الزلاق في دور ثمانية فريق السهلة الجنوبية وذلك بركلة الحظ الترجحية بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعدل بهدف لمثله بينما تغلب الشاخورة في ربع نهاية على مركز شباب كربابات بأربعة أهداف دون مقابل يعني هاي المراكز يمكن فيها تكمن مواهب محهدين عنه وما تطلع للأضواء إلا من خلال هذه الدورات يعني بس المفروض يكون أحد من الأندية المشتركة في الدوري حتى يكتشف مثل الكشاف يعني يكتشف واحد ولا اثنين ممكن يكونون يعني يمثلون الفرق اللي أكبر فكرة سمو الشيخ خالد يعني سباغة وأتت يعني بحرس سموه واطلاء سموه بحاجة مثل هذه البطولات اللي تجمع أهالي البحرين وأهالي القرى والمدن لممارسة كرة القدم اللي اليوم تعتبر يعني رياضة كرة القدم تعتبر في وجهة نظر الشخصي من أهم الرياضات لتقارب فئات المجتمع وأهالي البلد في أي مكان خطوة رائعة جدا هاي رابع مرة أشوف الشباب متحمسين الحلو فيه إن كل مناطق البحرين ما فيه يعني فيه تمازج جدا جميل هذي البحرين اللي احنا نتكلم عنها فاز منتخابنا الوطني لكرة القدم على منتخب سنغفورة بثلاثة هدف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية الدولية التي جمعتما يوم أمس على استاد البحرين الوطني أهداف الأحمر جاءت عبر محمد الرمحي وعبدالله عبدو بالإضافة لهدف لإسماعيل عبداللطيف ليحقق بذلك المدارب الشيكي من ريزيسوف سكوب الفوز الأول في أول مباراة رسمية له مع المنتخب منتخابنا